جزى الله عننا الشيخان أحمد البدوي وأبو بكر آداب خير الجزاء على ما قدموه من نصايح مفيدة وطيبة نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتهم نقدم لكم الشيخ الطيب ضحوي فليتقدم وشكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تكلموا المشايخ عن أكثر شيء بيضخل النار أبينوا هو الإشراق بالله سبحانه وتعالى فأنا أريد أن أتكلم في تغايق لأفتح المجال للمشايخ من بعدي لأن يا جماعة ما في حاجة بتخلد الإنسان في نار جهنم إلا الشرك أقول لكم بالواضح إلا الشرك إن تلفدت بأي مصيبة وبأي معصية إلى الله سبحانه وتعالى يوم تموت إنت تحت المشيئة معنا هذا خير كثير في التوحيد خير كثير لزول الموحد ولو مات بمعاص مش معنا المعاصي كويسة لكن دون الشرك لأنه يا جماعة لاحظ ويا مسلم إنت النار دي ما حتقعد فيها ساعة ولا ساعتين ولا يومين ولا 63 سنة حتقعد فيها خالدا مؤبدا أبد الآبدين مواضح حاجة بتقلد غير الشرك فنحن والله خايفين على أنفسنا وخايفين دي لهنم السيمين إذا كانوا في الجزيرة في تندلتي في الأبيض في الشمارية إنتوا هنم السيمين كم من خاب عليكم والله لا خير فينا إذا ما كان من بين التوحيد والله لا خير فينا حتى لو موتنا شو يعني لابد الظل بين الحد تباوين للناس إنه المسي مدادل وخلو تشوفي نار جهنم هو الشرك والشرك كما بيقول لكم الشاخ إنه تنادي غير الله بس بالبسيط كدي بالبسيط كده في مدائح كثيرة بيقولوها ده الشرك في الليلة الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي ده بغتز حجرك والله ده يقول بغتز الحجر ذات وده محك الدبر ذات ده الموضوع ذات ربنا قال إنه ما يشرك بالله فغد شوف فغد دي فغد حرم الله عليه الجنة وما وهو النار وما للظالمين من أنصار الظالمين أي المشركين لغمان قال لي ابنه يا بني ما لك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ظلم عظيم كيف ربنا خلع سواك فعدلك في أي ثورة ما شاء أركبك ونرى كثير من نهن في السودان بدعو غير الله من خالاتنا وحبوباتنا وجدودنا كثير كثير جدا الشرك في السودان وده المقتز حجرنا بلد دي فيها بترول كابي فيها ذراعة ما تد الدرب فيها أي حاجة فيها ما عارف جداد ما قلب ولا فيه ولا ما فيه 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 لكن خل الجداد ده مسيخ ده شنو ده الشريك ده الشريك جدادة القامة الحنة بمروحة بعد ده تقول مسيخ ها البرتقام مسيخ التفاح مسيخ كله مسيخ المسخوه الشريك وربنا يا عب الله أن تعرف أنه التوحيد ده محاية سهلة توحيد أيماعة ماتوا فيه وأنبياء أنبياء مو يذول بتكلم هنا في الفقر ولا في الضعين أنبياء ربنا قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون شو قلت لحار شديد أنبياء ماتوا أنبياء معنا الموضوع ده ما سائل يا جماعة موضوع ده ما يذول أبدك إن بتكلم والله دعاة التوحيد ده أن نحسب بتكلم في أي مكان وين ما دعون طوالي بمشي طوالي بركب كارو بركب عربية بمشي بمشي حتى لو مد إنت ميت في سبيل الله سبحانه وتعالى لو أخلص سنية نات بمشي بمشي لحفلات حفلة عديد بركب من الخرطوم بمشي ليه مدني ببدوها من الحفلة دي حفلة ذاتة من الحفلة قبل ما صروا الفنان من الحفلة بقول ليه وشغل ليه من الخرطوم ما عارف قلب أتبيل عربية ونما نصلوا مدين طيب إنت لمدت ما يسيقون لما إنت جيت بني من أي مكان جيت في التوحيد ومدت ده يهو ده ومدت الرجل الصالح ربنا قال وجاءه من أخس المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يتعلكم عجرا وهم مهتدون قال لهم اتبعوا الأنبيادين المرسلين اتبعون في النهاية ما سمعوا كلامه يا جماعة كتلوه الرجل الصالح حتى أمعاه ملك اتبعوا غال يا ليت قومي اعلمون بما غفل لي ربي وجعلني من المكرمين ربنا دخلوا الجنة عشان التوحيد يا جماعة بيتوحيدوا ماذا ما تبع التوحيد ودافع انت خليك دافع عن دعوة التوحيد ليلة تلقى ناس واحد تلقاو يدافع في حفلة لو حفلة وقفوه يقوم بيعوا قادوا يدق الحفلة ذو كلها وتلقاو يعارد دعوة التوحيد يعارد دعوة الأنبياء يعارد دعوة الله ماذا إلا لا لأنه بدعوله شيخ بدعوله فكي ها يكتب له الحجبات عشان الرزق ها الرزق اللي يجيب الله تلقاو لما من تتكلم في التوحيد طواله يقوم على داعي التوحيد يا شاقلك وربما اتموت ذات لأنه انت ما احسن من الأنبياء فيا جماعة دعوة خلاصةً كده الزول التوحيد ده يعني لو صح التعبير هو راسمالك هو راسمالك عقب عليه عشرة لو راسمالك انقطع ما بتشتغل في السوق كمان لو مدت على الشرك جنة حرام عليك بنص الآية ربنا قال انه من ياتي ربه مجرماً مشري فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ربنا قال على التوحيد ليه هنا الجنة ليه هنا الجنة ليه لأنه انجب التوحيد جب التوحيد الخالص ورسولاً مش فعلي آلة التوحيد لكن الزورة بمدع على الشرك نام دفنوك دفنوك في الفقرة دفنوك في اللبيط في جالي في ذالينيه في شن مت بتنادي غير الله ولو بتنادي الأنبياء ات ما كان كالنار رسولاً قال من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار دخل النار ربنا بوديك النار ما بتمرك بنا نهاي عشان قد يا جماعة توحيدها عبقى على عشرة ويا جماعة ربنا لو بجامل أكان جامل أبو طالب لأنه دعم النبي ودافع عن النبي في الدعوة بعد دخل طوله جمرات في رحاله أو في نعلو يفور مننا نافوك ربنا ما بجامل حتى دعم النبي يا جماعة عمو ولا ما عمو عمو شريفي ولا ما شريفي لأنه في نهاي نحن موضة بتاعه تقولك أنا جدي شريفي أنت أشرب بالنبو لا أشرب بالنبو طالب تلقى واحد كاتب في العربية دل تشريب حسبه ما بخارجك أتشرب حسبه لو مح جدك النبي ذات لو حدت حالياً في دول جده النبي بدعو غير الله ده ما بخارجك والله يا جماعة عشان قد يه لابد شنو التوحيد ده درس مالك درس مالك فالليل في ناس كتير دي ما قلت لك بيعني بيعاندوا هذه الدعوة تلقى الواحد لو قلت له آيات ساي تلقى ذعل وفار نحن حتى أجباء على المسجد ده قطع كهرباء عرقنا وتعبنا أخير حتى تضيبها بدوك من دين ما شاء الله منادين هناك ما في ملادين إلاك زي ما قال لك الشيخ في مرزبة مرزبة تقالى عاملة الحدات في ها عاملة الحدات في الغارية دي ده موضوع خطير مرزبة والله مش كورك ده ما بخارجك إلا التوحيد ونختم بهذا الحديث طبعا قال ها قال يعني في معانا الحديث حديث ابن عباس قال ما من رجل مسلم يموت يوم يموت ثم يقوم على جنازته أربعون رجولا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله وشنو فيه شفت لو موت على التوحيد لو جوك أربعين بس أربعين منها على التوحيد وربما يكون عندهم معاصر لكن موحدين ديل بيشفعوا لك والعكس لو جوك ثلاثة مليار لواري أشيحن من وين الشيكينيب ولواري أشيحن من اللوبيط وعاري واحدين جاهم من شندي واحدين جاهم من وين والناد الناد يقولوا بالليلة الهادي والناد يتبطيعوا ذا منك سي والله لو صلوا بس شفوا عليك أربعين من وحد الناد بتاعين ها بتاعهم بتاعين فرفور والحود رحر الغمام لو كنت من وحد برضو كويس برضو بلودي